محمد الله وبركاته أعزائي طلبة بالنمج الميتاترونيكس معاكم في سكشن جديد من سكاشن مادة الاندسترية الالكترونيكس سكشن هذا هتكلم فيه على سري فيز بريج وقبل ما اتكلم على سري فيز كنترول بريج هارجع معاك البرج آرم البرج لج بيتكون من تو سويتشز دولت بيخلي النقطة ديت نقطة دي سي لان دايما الطيار في السير السر ده هيبه من الاند للكسد وعمره ما هيتعكس فدايما الطيار في النقطة دي هيبه خارج منها فالنقطة دي بالنسبة لي نقطة دي سي لو ده حمل بيسهل لك طاقة هتبقي دي النقطة المجابة بتاعت الحمل لان الطيار هيبه داخل منها طيب النقطة اللي تحت دي هيبه دي نقطة سريبة للحملة ان الطيار هيبه اطلع منها لان دايما السير السر ده مش هيسمح للطيار الا انه يمر من الاند للكسد من تحت الفوق وعمره ما هيمر في الاتجاه العكسي فبالنسبة لي دي نقطة دي سي وبالنسبة للنقطة دي نقطة دي سي اما النقطة اللي في النص دي فدي بالنسبة لي اسي بوينت لأنه ممكن يجي طيار في اتجاه السهم ده ويدخل في السرسل الأعلى أو يجي طيار من السرسل اللور ويمشي في عكس اتجاه السهم فهذه بالنسبة لنقطة وعلى حسب عدد خطوط الاسي اللي جايلي من السابلاي هأحتاج عدد فمسلا لو أنا مثلا سنجل فيز قلت لك أحتاج ما يبقى معي خطين من السابلاي فبحتاج طب لو أنا معي سري فيز بيبقى لي تلت خطوط من السابلاي فبحتاج سري ليج كده بي سري فيز أن كنترول دريفت فاير أن كنترول دريفت فاير يعني باستخدام الدايوز زي ما حاطكوا شايفين كده قلت لك السابلاي سري فيز يعني جاي بتلت خطوط كل خط من دول هأحتاج له ليج هأحتاج له إيسي بوينت في ليج فهأحتاج تلاتة ليج في كل ليج في أبر سويتش وفي لور سويتش الأبر سويتش بيسمح للطال ان يمر في اللاين في نفس اتجاه السهم ده يعني لو الدايو ده شغال هيبقى الطيار ماشي كده طب لو ادادوا لتحت الوقر لشغال رقم 4 هيبقى الطيار ماشي في الفيز كلها نقطة ممكن يجي للود منها طيار فقط هيبقى الطيار جاي في الاتجاه ده فقط وعمره ما هيتعكس بسبب ان النقط دي هي نقط كاسود بتاعت دايود النقطة التي تحت دي دايما هيبقى ظهario في الاتجاه ده وداخل أحد الضيود دول فلما الطياري بداخل في الضيود ده اي ضيود من التاحوي دولة بطير ماشي في اللاينز دولت في عكس اتجاه السهم. فبالنسبة لي دي نقط نقط دي سي ودي نقط اي سي. تمام. طب لو انا بسط لأي لج من دول. الليج اللي هي رقم بتاعت فيز اي. امتى الضيط ده يشتغل? الضيط ده يشتغل لو جهد فيز اي اعلى من جهد بي و سي. لو ايه دهو? الخط ده هو. جهده اعلى من بي و سي. تلاتة واربعة هيب ريفيرس. واحدة هيب فورورد. امتى الضيط ده يشتغل? لو جهد ايه اعلى جهد? طب امتى تلاتة يشتغل? لو جهد بي اعلى جهد? امتى خمسة يشتغل? لو جهد سي اعلى جهد. يبقى الابر بتشتغل لما يكون جهد الفيز اعلى جهد. طب امتى اللغة السويتش يشتغل? امتى اربعة ده يشتغل? اربعة ده يشتغل لو جهد ايه ده? اقل جهد في التلاتة. اقل جهد في التلاتة ده متوسطة بالكسود. الضيود ده هيبفروار دي بأمنة 4 يشتغل لما يكون A أقل جهد طب أمنة 6 يشتغل لما يكون B أقل جهد أمنة 2 يشتغل لما يكون C أقل جهد ففي الليجه 1 الأمر سويتش يشتغل لو جهد الفيز اللي جاية له أعلى جهد طب أمنة לפيز لو جهد الفيز المتوصل بيكون أقل جهد طب لما يكون 2 سويتش شغلين ولكن إليكم مثلا 1 و 6 1 و 6 هلاقي اللوت شايف فيز A وشايف من تحت فيز B فبيبع عليه جهد A ناقص B يعني عليه VAB بمعنى ان اللود لما يكون اي تنسويتش الشغالين هيشوف فانا هرسم كل الاحتمالات اللود ممكن نشوفها اللود ممكن نشوف مين AB او BA او يشوف AC او CA او يشوف BC او CB هلقوم 6 جهود متشافتين عن بعض 60 درجة فهبدأ ارسم VAB اعتبر ان ال VAB هو بالنسبة للريفرنس فالصفر بتاعه مع صفر الاس صفر الزمن اهو مع صفر الموجة ادي VAB وعكسه VBA وارسم الموجة كاملة ادي AB اتكملها من تحت وهلاقي BA هو العكس بتاعه يعني السلب بتاع AB هو BA ادي مكتية بعد كده بعد AB مترحل عنه ب60 درجة مترحل الاسي ب60 درجة وبعده عكس الاسي CA الاحتمالين الاخرانيين ان بعد الاسي يظهر BC بعده ب60 درجة بعد الاسي ب60 درجة وبعد الاسي ب120 درجة يظهر BA ومعكسه هو CB دي كل الاحتمالات دي الست احتمالات اللي ممكن اللغة يشوفه فمثلا لو انا مثلا في الفترة الزمنية دي الفترة الزمنية دي هلاقي VAB اعلى جهد في الكل اعلى جهد في الست جهد VAB هو اعلى جهد طب ده معناه ايه اعلى جهد ده معناه ان الA اعلى جهد والB اقل جهد بالتالي الفرمة بينهم هو اكبر فرق لان الVAB هو VA ناقص VB بالتالي الVA اكبر قيمة والVB هو اقل قيمة بالتالي الفرمة بينهم اكبر فرق فلما يكون ايه اكبر جهد لما يكون A اكبر جهت يبه واحد هو ليشتغل وثلاثة وخمسة يبهو ريفيرس طيب B قولتلك هو اقل جهت بي اقل جهت يبه من اللي هاشتغل ثلاثة ولا ستة اللي هو اللور سويتش يبه واحد وستة هما اليشتغلون يبه الدولة لما يكون A B V A B هو اعلى جهد يعني A اكبر جهد و B اقل جهد بالتالي واحد وستة هما اليه هاشتغلون زي ما حدك شايف فينا كده يبقى في فترة دي واحدة وستهى الشغل هتيجى عند النقطة دي كده هتلاقي لإيه لازال أعلى جهد ولكن البي اتبدل بالسي بقى السي هو أقل جهد لما السي بقى أقل جهد الضي ده يتحول ريفيرس واتنين يتحول فورورد فهلاقي واحد شغال واحد شغال له لأن إيه لازال أعلى جهد أما السي يبدل البي فبالتالي اتنين يبدل ستة زي ما حدثك شايف كده طب عند النقطة دي هلاقي لإيه تبدل بقى بي أعلى من إيه ولازال السي أقل جهد بالتالي البي بي سي هو أكبر فرق في الفترة دي لإيه تبدل بالبي لإيه بقى معاتش أكبر جهد بقى بي هو أكبر جهد فتلاتة يبدل واحد تلاتة يبدل واحد طب السي لازال أقل جهد فلازال اتنين شغال وهكذا طيار اللود بيردي سي بيساوي كان بيساوي البي أفاريج على الار ليه أرت بيردي سي لأنه اعتبرت اللود بالنسبة لي اعتبرته هايلي اندكتف واعتبرت اللي بتاعته عالية جدا لدرجة إن الطيار هيبه بيردي سي وبالتالي هيبه الطيار ده وقيمته بيساوي البي أفاريج على الار طب لو جئت أحسب البي أفاريج البي أفاريج هلاقيها بتساوي فترة تكرار الموجة دي هلاقي بتتكرر كل ستين درجة اللي هي بايعها ثلاثة هكامل المعادلة ده اللي هي البي اي بي لأنه خطى refer�ル طب هكاملها من كامل الكامل هكاملها من هنا اللي هي كامل�ين لغة 120 60 هي باي على 3 لغة 120 هي 2 باي على 3 هتطلع معها الجهد 3 a على b زي ما حقك شايف كده اللي هي المكسيم يلي هي جزة 2 v على 3 اللي هي فترار جبت تطيير دا جبت حضرك الطيير دا طيب لو حضرتك بقى عايز ترسم طيير فيز وليكن مثلا طيير الفيز اللي هو بي على سبيل المسال طيير الفيز بي هو اما طيير ضيوت 3 اما طيير ضيوت 6 وطيير ضيوت 3 هو طيير اللود لما يكون ضيوت 3 شغال وطيير 6 هو طيير اللود برضو لما يكون داوت ستة شغال طب امتى تلاتة شغال تلاتة شغال في الفترة دي لما تلاتة يكون شغال هيبقى طيار بي دهو بيسوي طيار اللود قيمة واتجاه يبقى تلاتة لما يكون شغال هيبقى طيار اللاين بي دهو هو نفس طيار اللود قيمة واتجاه بنفس البيك البيك اللي هي كام بتساوي average value مع السوم على R طب اما يكون ستة شغال ستة شغال في الفترة دي وستة شغال في الفترة دي لما يكون ستة شغال، هيبقى طيار الفيس بيه بيساوي طيار اللوغة كقيمة، ولكن اتجاهه عكس فلما يكون ستة شغال، هشوف طيار اللوغة كقيمة، بس في الاتجاه العكسي طيب، لو أنا استبدلت دول بسايرستور، سايرستور بيعمل إيه مثلا؟ لو أنا مثلا، النقطة دي، مين كان بيبدل مين؟ كان واحد بيبدل 5، نظرا لأن A يبدل السي في النقطة دي طيب، إيه اللي هيصل لو أنا استبدلت رقم 1 ده، اللي هو بدل مع خمسة بسايرستور هتيجي عند النقطة دية هيتحول رقم واحد ده الفورورد بس فورورد بلوكينج وهينتظر البالس فطول ما أنا لسه ما شغلتوش واحد مش هيبدل خمسة أبدا إلا لما نادي بالس فتعنيني ماشي على سي بي لغة ماد بالس أو ماد بالس هروح ناقي العالمين على اي بي فهعمل عمل عملية ترحيل لنقطة الابريتنج بتاعة الضيوت دية بزاوية مقدارها الفا يبقى الفا هي عبارة عن زاوية ترحيل تشغيل السيريستور عن تشغيله كضايوت كان بيشتغل كضايوت كان ايه كان واحدة بيشتغل من امتى من اول النقطة دي هرحل أنا تشغيله طول ما أنا مرحله خمسة لازلت شغال لغة ماد بايرنج فهيشتغل مين واحد هلاقي ان كل ضايوت هنا في الان كنترول ديريكت فاير بيشتغل مية وعشرين درجة متواصلة مية وعشرين درجة متواصلة نشوف كده بقى لهو سيريستور سيريستور بقى زي ما قلت حالاتك برحل نقطة تشغيل بزاوية من قدرها الفا فزي ما انت شاب حالاتك في الموجه كان دهي نقطة تبديل السي بالاي كان النقطة دهي المفروض واحد يبدل خمسة السي كان اعلى جهد الاي بقى اعلى جهد لما كان السي اعلى جهد كان مشغل خمسة الاي لما يبقى اعلى جهد يشغل واحد في النقطة دهي وواحد بيتحور فورورد بس فورورد بنوكنج هينتظر البرس وطول ما أنا مدتوش البالس هيتنيني يماشي على سي بي لغاية مد البالس لما مد البالس هيتنال على اي بي فواحد ميش هيبدل خمسة الا مد الفايرنج الفايرنج بقى فين الفا تقاس منين لفين الفا تقاس من نقطة تشغيل وكضايوت وبعدين لغت النقطة اللي انا رحلت فيها التشغيل يبقى الفا بتقاس منين من النقطة دي الفا دايما بتقاس من النقطة اللي كانت سيرستر هيشتغل لو كان ضايوت طب لو انا عايز بقى احسب الجهد الابرج عشان احسب الطيار التاري represented т impe hard load. لو انا عايز احسب الطيار. لو انا عايز احسب الطيار فاحسب الجهود الإراج. ههلاقي الجهد الإراج بيساوي كم? هلاقي ان الجهد الإراج بيساوي. فضاة التكرة برضو باعة تلاتة لياس ستين. هكمل من كام لم كم? هكمل بقى من النقطة دهي? لغاية النقطة دهي. النقطة دي كم? النقطة ديت هي باعة راتة برضو. لياس ستين. زائد الترحيل اللي هو الفا. باعة راتة زائد الفا. لغاية النقطة دي النقطة دي بتسوي كام النقطة دي كانت اثنين بايع ثلاثة اللي كان بيفصل فيها كضايوت هرحلها برضو بمقدار ألف laughs هايطلع نفس القوانون اللي فات بس في كوزين ألف ده إيه على بايع ثلاثة في كوزين ألفة أو الثلاثة إيه على بايع في كوزين ألفة ده الفيدي ألفة ده جهد الأبرش جهد الأبرش ده ممكن تحسب منه الطيار فهترسم طيار اللوود هالبطائر اللود ها مش رسمه هنا هتلاقيه بيور دي سي وقيمة الطير ده هتساوي على قيمة بعد كده لو انت عادت هحسب بقى الباور في اللود هتشوف بقى لو انت عادت هحسب بقى باور السابلاي هيساوي مجموع الباورز في اللود فممكن اللود ده يكون مقاومة بس مقاومة مع طيب في مثلا مقاومة مع بطارية باي سكورف ار وجود والباور البطارية بتشحن بيها في hub فبالنسبةها هتحسب كل الباورز في ناحية اللود تجمعها هتلاقي الباور دي بتسوي باور الصبلاي ليه انا بحسب باور الصبلاي بقى هو عبارة عن نسبة الباور اللي بيديها الصبلاي بالوطع على الفولتا ام還是 باور الصبلاي بالوطع هي مجموع الباورز المستهلكة في اللود هتبقى جهد هنا في الطيار جهد الكل في الطيار او انك تقسمها المقاومة بتستهلك كام البطارية بتستهلك كام بعد كده تحسب البور فاكتور عبارة عن البور بالوطع على الفولت المبير بتاع السابلاي هو 3 في فيز او جزة 3 في لين طب كده انا هحتاج احسب طيار لين رمس فتختار اي لين من الثلاثة وليكن مثلا انا هختار لين ايه لين ايه هرسم طيار سيريستر واحد وطيار سيريستر اربع ويه الطيار الطيار بتاع بتاع اللين ده هو هيساوي طيار سيريستر واحد كما واتجاه وهيساوي طيار سيريستر اربعة كما فقط ولكن اتجاه عكس فزي ما حدك هتشوف دلوقتي هرسم سيريستر واحد طب سيريستر واحد هو طيار اللود لما يكون واحد شغال واحد شغال 80 لفين من هنا لهنا فالطيار في المنطقة دي هو نفسه طيار سيريستر واحد طب طيار سيريستر اربعة طيار سيريستر اربعة ادور كده على اربعة فيين اربعة شغالة من هنا لهنا اربعة شغال لما يكون ايه اقل جهد لما يكون ايه اقل جهد ادي طيار اربعة وتاك طيار فيز ايه هيبقى طيار سيريستور واحد او سالب طيار سيريستور اربعة تاخد القيمة دي تحسب لها الارم اس باليو بالتكامل وتعود في القانون ده تحسب الباور فاكتور وده اللي هنشوف مع بعض في المسائل دلوقتي ان شاء الله نشوف معنا اول مسألة كده المساء الرقم اربعة عشر في الشيط المساء الرقم اربعة عشر بيقول لك من مساء الرقم اتنشر خودي الداتا مساء الرقم اتنشر بيقول ما هي بيقول ل انت عندك تلاتة فيز سيريستور بريد جيكتفير انرجيز دفل ربعمية فلتغ دل في المكسام متاعو كام ربعمية جزر اثنيه لما خدنا داته دي بيقول لي لوت بقى عباره عنه عباره عن بطارية بتتشح قيمة جدودها تلتمة وستية ومقومتها الداخلية واحد قوم وبشحلها من خلال ملف الملف ده بيخلي الطير هنا بيور دي سي عند قيمة الأبرج فولتج على قيمة المقام فبيقول لي ايه الطيار هيبعشرة أمبير انهاشحن البطارية ديت بطيار قيمته كان عشرة أمبير بيقول لي اوجد الفايرنج أنجل بتاع البريج ريكت فاير اوجد الفايرنج أنجل بحيث ان البطارية ديت اللي بالجهد ده هو بالانترنال رزيستنس دي شحن بالطيار ده هو فعشان تشحن بالطيار ده هو المفروض يبقى الجهدي هنا كام الطيار ده هو بيور دي سي الطيار بيور دي سي مش هيبقى فيه اي دروب على الملف يبقى الجهد من النقطة دي للنقطة دي بكام هيبقى هتقول لي عشرة في واحد اللي هو اي في ار زائد تلتمية وستية من كيرشو هتمشي من النقطة ديةÓ تجمع الجهود اللي قاتنا توصل من النقطة دي يبقى الجهد من النقطة üzerine للنقطة دية إلى النقطة ديت المفروض البطارية يكون جهدüher من النقطة دية بالنسبة لدي او لكب على هديث السورس هنا كمية جهد كام كمية جهد تلتمية وستين زايد عشرة في واحد تلتمية وسبعين فولت هتلاقي ان التلتمية وسبعين فولت دولة هتكوم خارج البريجر اثبتنا في الصلا Dare didn't say i بال Lucas جهد باي على تاتة زائد الفا لإي ساين سيتا حيصل إيه هي الماكس مالناين فولتج اللي كنا بنكتبها هناك جازر اتنين في لاين. لما كاملت التكامل ده هتطلح هناك تلاتة جازر اتنين على باي او تلاتة اي على باي او اي على باي على تلاتة اي منهم في كوزين الفا. الرقم ده هو ده خارج وهو نفس الجهد اللي باشح مبيل بطارية اللي انا حسابته من شوية. بثلاثمائة وسبعين بتسوي القانون ده هو. ليب كان بربعمائة ميجازر اتنين على باي عدته في كوزين الفا هتحسب الالفا لتلايه تلايه تلاتة تقريبا ستة واربعين سبعة سبعة ديجري. تالي حاجة في المسألة بيقول لي ايه? بيقول لي احسب الباور فاكتور. عشان تحسب الباور فاكتور ومطوب منك ااا تعرف قيمة طيار السابلاي العارم اس وجود السابلاي العارم اس. فين جود السابلاي هو من الدهولي ايه بي ربعمائة? وده لاين فظل يعرف طيار السابلاي. طيار السابلاي اختار اي فيزة من سلسطر واحد ياما طيار سلسطر ربعة. فهرسم طيار سلسطر واحد وطيار سلسطر ربعة. طيار سلسطر واحد هو نفسه طيار اللود في الفترة اللي سلسطر واحد فيها شغال. واربعة هو نفسه هو نفسه طيار اللود في الفترة اللي سلسطر الاربعة شغال فيه. لما يكون واحد شغال هيبقى طيار فيز ايه هو نفسه طيار سلسطر واحد كمه واتجاه. لما يكون اربعة شغال هيبقى اه طيار ايه هو نفسه قيمة طيار اللود كقيمة ولكن الاتجاه عكسي. طب قيمة الطير ده كم؟ قيمة الطير ده هو نفسه قيمة الطير اللود اللودي هو عشر امبير. فهتحسب الطير ارمس. الطير ارمس فقط التكرار بتاعته تقريبا باي. فالمفروض اتنين باي. ونظر لنتماثل للموجة. ونظر ان انا بربع. فبخفض فقط التكرار للنص. واحد على باي. الطير ده موجود من كم? موجود من اول النقطة ده ايه? اللي هي اللي هي زاوية تشغيل السيروس رقم واحد. اللي هي كم? اللي هي باي على تلاتة زائد للترحيل اللي هو الفا. لغاية. فين لغيت النقطة دي? النقطة ديت بعدي دي بكام? بعديدية باتنين باي على ثلاثة اللي هي فقط التشغيل السيروس رقم. فهي نفس الكيمة ده هاي. زايد الزاوية دي. الزاوية دي كام? اتنين باي على تلاتة. يبقى باي على تلاتة زايد الفا زايد اتنين باي على تلاتة. ليه? قيمة الطيار اي دي سوير دي سيتي حسب تطلع الطيار بتاع الصابلاي بالقيمة دي ده طيار الصابلاي المفروض عشان أحسب Power Factor المفروض أعرف المفروض أعرف اعرف طيار الصابلاي وأعرف جهد الصابلاي كده أنا معي طيار الصابلاي ومعي جهد الصابلاي فاضلي مين فاضلي pouvoir الصابلاي ؟ هو عبارة عن المفروضة في المقامة دي بلاس الباور اللي بتشحن بيها الباطرية فالباور كلها عبارة عن إي بلص اي في اي. اي سكور فور بلص اي في اي. فمن هنا حسبت البور بتاعة السابلاء. يبقى البور فيكترو عبارة عن ايه? عبارة عن البور اللي بيدها السابلاء بالوقت. عبارة عن تاتة في فيز اي فيز او جزة تلاتة فيلاين. عوط طلحت لامضة ليا البور فيكترو. بعد كده بيقول لي ايه? بعد كده بيقول لي فايند الينيرجي ستورد انزا يعني بيقول في الباتري هي عبارة عن باتري هي عبارة عن بكامة 3600 اللي هي العشر أمبير في 360 هي طلعت 3600 دي البارة بتشحم ببطريادية الطاقة اللي بتاخدها بالجول في زمن مقداره ساني بخمس ساعات أضرب عدد ثواني الخمس ساعات كده أنا حسابة الطاقة البطارية شحنت بيها خلال بطرة زمنية مقدارها خمس ساعات ده النوع الأول من المسائل النوع التاني من المسائل هنشوف مع بعض في السلايد الجاي التاني من المسائل بتكلم على الريسبيت كنترول دي سي موتورز دي سي موتورز زي محلقه عرفين بتكون من الملفين فيلد وايندينج وارميتشار وايندينج هديني فيه النيم بريد داتا هديني ايه هيقول لي لما يكون جود الارميتشار الريتد بكذا جود الارميتشار هو الجود المتوصل هنا اللي هو بمثل وضروب على بتاعة الموتور اللي هو جود السابلاي بشكل عام الموتور هيدور بسرعة كذا ويسحب طيار ريتد وقيمته كذا ومقاومة الارميتشار هيدهالي مع البنات دي هحسب في حالة الريتد هتساوي الجود ده ناقص الدروب على المقاومة بتاعة الارميتشار هيبقى في اييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي السرعة ههميني الطيان. بعد كده هيقول لي عند سرعات مختلفة عند سرعات مختلفة. المفروض لو انا غيرت في جهد الارميتشار وده بيسمى ارميتشار فولتش كنترول سرعة الماشين دي بتتغير. طب هغير في الجهد ده ازاي? هغير في الجهد ده عن طريق سري فيز كنترول دي بريج. سري فيز كنترول دي بريج ازاي ما حققتكم عارفين كنا بنتحكم في جهد الخارجي بتاعها عن طريق تغيير الزاوية الفا ليا الفارينج انجل بتاعت مين? بتاعت السيرستر. ممكن في الامتحان يدهالي سنجل فيز او سري فيز على حسب ما يدهالك في الامتحان. في الاول والاخرى عندي هنا بريج ولها قانون هتب حافظه. مع تغيير الفا لينج انجل هيتغير الجهد هنا بالتالي هيتغير سرعة الماشين وده بيسمى ارميتشار فولتش كنترول. طب هيقول لي بقى عند سرعات مختلفة احسب لي الفا لينج انجل بتاعت السيرستردية بحيث المطور ده يدور بسرعة معينة. هناخد شوية معلومات الاول. اولا عند الريتد كونديشن حسبة الاي والان والاي. هسميها اي واحد وان واحد واي واحد وابا فاهم ان دي عند الريتد كونديشن. دي من هجدعه بالكنترول خالص. دي بتبقى جاية داتة على المطور. اولا طيار الارميتشار بيحتمد على ايه? هل بيحتمد على الجهد هنا? لا. طيار الارميتشار في معادلة معادلة العزم. العزم الكهرابي اللي بيديه المطور ده. اللي هو بيسوي العزم الميكانيكي. العزم الكهرابي بيسوي العزم الميكانيكي ان المطور ده هيدور في بسرعة سابتة. فسرعة سابتة ده معناها ان محاصلة الكوة لديه صفا اي محاصرة العزوم علي بصفا ده معناه ان العزم الميكانيكا هيسوي العزم الكهرابي والعزم الكهرابي الي بيدي الالة ديت بيساوي سابت بيعتمد على ديزاين بتاع الالة في طيار الفيلد في طيارadı zeigt الارماتر لو انا اعتبر الطيار الفيلد ده سابت وما بعملش اي كنترول على ادالة الفيلد يبقى بالنسبة hurts ده على بعضه CONSTANCE يبقى الا اي اي دبان ده انت على عزم الكهرابي والعزم الكهربائي بيعتمد على العزم الميكانيكي فطول ما العزم الميكانيكي تسابت طيار الاي اي سابت لو العزم بتتغير الطيار ده هيتغير يبقى دلوقتي الاي اف لو كونسطنط يبقى الاي اي بيعتمد على مين على العزم فقط يبقى دلوقتي لو انا بغير في سرعة الالة دي بغير في الجهد هنا والعزم اللي على الالة هنا سابت مهما بغير في الجهد هنا ومهما تتغير في سرعة الماشين هيبقى الاي ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي بتركب على الآلة. يبقى الاي ايه محتمد على العزم ده فقط. طب انت حسبت الاي ايه. تاني حاجة. عند السرعة التانية مطلوب منك تحسب الباك ايم ايف هنا. الايه اللي هي الباك ايم ايف تحتمد علىها. المعامل بيحتمد برضو على الدزاين بتاع الآلة. في السرعة بتاعت الآلة في الفيد. احنا قلنا ان داية الارميتش داية الفيلد. انا بعملش فيها اي كنترول. بالتالي الفايدة كونستانت. وده كونستانت. يبقى الايه بيحتمد على البعض. يبقى الايه بيحتمد على البعض. تانيسوا بترضي. يبقى بالتالي ايه واحد على ايه اتنين هي ايه واحد على الان اتنين. دلوقتي انا قلتاك عند الريتة تكونتش انت حسبت ايه واحد ومعك ايه واحد. يبقى انت معك ايه واحد وانه واحد. طبعا عنده السرعة التانية. هو هيقولي السرعة التانية كميتها كزا. يبقى ده السرعة التانية هي. يبقى الباك ايم مف عند السرعة التانية بكام? هتروح حسبها هنا. كانت عارفت عنده سرعة تانية. والطيار ده انت عارفه. عارفه منين? عارفه من العزب. من المعلومتين دولة هتقدر تحسب الجهد الخارج بتاع اللي هو جهد السابلاي هيساوي. لما انت عارفت ده انت تشوف بقى البريج اللي انت شغال عليه. هل انت شغال على ولا شغال على ولا فول كنترولد? هتشوف القانون بتاعه. تروح داخل حاسب مين? مين? حاسب الالفا. ممكن يقولي العكس. لو انا دان الالفzahl اسرعة هتبقى بكام. لو دان الفها هخش هنا الاول هحسب الجهد ده. لما هحسب الجهد ده هاروح داخل حاسب ايم ام اف. هاسب ... ولما هسيب ACE هاروح داخل على القانون ده. ا واحد على اتنين يسوي ان واحد على اتنين هيبقى اتنين بالنسبة له هتحسب ان اتنين. فممكن تشتغل في الاتجاه ده او ممكن تشتغل في الاتجاه ده. ممكن اقديك السرعة واتطوب منك الفايرينج انجل وممكن اطيك الفايرينج انجل واتطوب منك منك مين السرعة في حالة تانية بقى مختلفة عن الحالات ديها هي حالة الستاند ستيل في حالة الستاند ستيل بتبقى سرعة الماشين اكوال زيرو بالتالي الباك اي ام اف اكوال كام اكوال زيرو عند الستاند ستيل ما تقوليش عند الستاند ستيل بقى الطيار ده سابت بسبب ان العزم سابت الطيار ده هو سابت الارميتش طيار الارميتشار اللي هنا سابت طول ما انا شغال في حالة السترسيت يعني شغال عنده سرعة للمشين الاشين بيود دور عنده سرعة سبتة الحالة السترسيت دي حالة ترانزينت فيكون فيها اختلاف بيكون مافيش باك ايم مف طيار الارمشر بيتحسب من القانون ده مباشرة الفيديو بيساوي الاي اي ستارت في الار اي الفيديا الفيديا هيقولك مثلا انا عايز الاي ستارت مثلا الليمتل دي عند كمه معين ويكون مثلا كزا امبير هاخد القانون دي اضربها في الار اي مفيش اي باك ايم مف عند بالتالي رقمين دور حسبت مين همين الفيديا واخد ده في القانون احسب يبقى انا لو خليت بالقيمة المعينة عند يبقى طيار عند قيمة معينة نشوف بقى المسألة الجاي المسألة رقم 18 في الشيط المسألة رقم 18 في الشيط بيقول لي عندي الريتد كونديشن بتاعته خمسمائة فولت خمسة وعشرين امبير والسرعة الف ريفيولوشن برمينت ومقامته واحد او مداتها دي زي ما قد حقاك ممكن تحسب الباك ايم مف عند الريتد كونديشن بيقول لي يعني معنى الكلمة دي ان الطياري الارميتش هيعتمد على التورك فقط وكذلك ال اي وال ان بيتناسب مع بعض التناسب طردي لان الفاي كونستان وبيقول لي ان التورك بتاع الالة تورك كونستان ده معناها ان الاي اي هيتاني سابت عند جميع السرعة بيقول لي بقى بيقول لي ان دايرة الارميتش الهيلي اندكتف هيلي اندكتف يعني الطريق بقى كونتيني واس بيقول لي بقى نوع البرج ايه نوع البرج سري فيز بريج ريكتف سري فيز فولي كنترول بريج ومنتغزية من جهد ربعمية واربعين فولت لاي مطلوب مني مطلوب مني اول حاجة بيقول لي عند الستاند ستيل عند الستاند ستيل انا عايز تغير ستارتنج 40 امبير الفايرين انجل بكام ويتاك عند الستاند ستيل لما تكون اني بصفر هتبقى ايه بصفر هيبقى جهد النقطتين دولات اللي هو جهد داخل هيبهو الدروب على المقاومة دي بس لان الباك ايم ايف بكام بزيرو فيساوي ايفو ار فحسبو 40 امبير فقيمة المقاومة واحد اوم فقيمة الجهد دي بقى شوف البرج نوحة البرج هنا هل هي سينجل فيز قانون بتاعها كام قانون بتاعها ايه على باعة ثلاثة في جوزين الفا حيسر ايه يمين هي الماكسيموم لايم فولتش اللي هي ربعمية واربعين جازر اتنين هتخش في القانون ده معاك الجهد معاك الاي هتحسب مين الالفا بعد كده بيقولك عند سرعات مختلفة احسب لي مين عند فايرنج انجل المطلوب مني في الصورة رقم بي ان احسب الفايرنج انجل عند سرعات مختلفة فعلى سبيل المسال انا هاخد السرعة اللي هي 600 رفوليوشن بر منت 600 رفوليوشن بر منت خش على نقطة الريتد اعتبرها نقطة رقم واحد احسب الايه ان عندها هتلاقي معطب الف ويحسب الباك ايم اف عندها هتلاقي عبارة عن ريتد فولتج ونقص الدروب على المقامة هتلاع ربعمية خمسة وسبعين فولت يبقى دي نقطة رقم واحد طب النقطة رقم اتنين هلاقي ان السرعة بكان ب600 يبقى اي اتنين على اي واحد بيسوي ان اتنين على ان واحد هحسب اي اتنين حسب ال اي اتنين يبقى جهد الداخل بتاع الارميتشار اللي هو خارج الريكتفاير هيسوي ايه زاد دروب على المقامة دروب على المقامة بنفس الطيار لان الترك سابت دي حالة حسب جهد الداخل بتاع الارميتشار هو نفسه الجهد الخارج بتاع الريكتفاير فممكن اخش على القانون بتاع الريكتفاير احسب مين الالفا وممكن تقرر ده عند السرعات المختلفة دي المطلوب اللي بعده بقى العكس مديني الفايرينج انجل بيقولي الفايرينج انجل بزيرو احسب لي الموتور اس بي انا لما جيت احسب هنا اول حاجة بتخش على القانون بتاع الريكتفاير تحسب خارج الريكتفاير خارج الريكتفاير هو داخل مين هو داخل الارميتشور تحسب منها الباكي يميف تحسب منها السرعة هنا لما جيت احسب الفا اللي هو اول خطوة لقيت الجهد ده اعلى من الريتت فما كملتش في المسألة هتجيبك في الامتحان هتجيبك مظبوطة ان شاء الله يبقى الجهد ده هتلاقي اقل منين اقل من الريتت فولتج طبعا هنا اعلى من الريتت فولتج ان انا منفعش اشتغل عند جهد اعلى من الريتت فولتج لو الجهد ده اقل من الريتت فولتج خش يحسب الباكي يميف ومنها يحسب سرعة الالة من القانون اللي هو اي اتنين على اي واحد بسوئين اتنين على ان واحد نشوف المطلوب اللي بعد المطلوب الاخير بيقول لي فيه انا هشغل الالة كجينريتور يكون خارجها تلتمائة وستين فولت وطيرها خمسة وعشرين امبير ادور الالة دي بسرعة كام بحيز ااخد الجهد ده ادور الالة بكام عشان اخد الجهد ده منها والفيرينج انجل بتاعت الريتت فير دي هتب كام اولا هو انا هشغل كجينريتور الجينريتور يعني يا اما الطير يتقلب يا اما الجهد يتقلب الطير عمر ما هيتقلب بسبب الريكتفير دي الريكتفير دي هتخلي دايما الطير طالع من النقطة دي ودخل للنقطة دي فالطير عمر ما هيتقلب يبقى الجهد ده اللي لازم يتقلب الجهد ده لازم يتقلب عن طريق ان انا اقلب اتجاه الدوران او ان انا اغير قلب طير الفيرد ف لما عكس ده جهد النقطة دي اعلى من دي وانا شغال اعلى من جهد فحيبدأ في الحالة دي بتسوي جهد الخارج زائد الدروب على المقاومة وحظرك لو عرفت دي هتعرف الصرح طب جهد الخارج هنا كام? جهد الخارج النقطة دي اعلى من دي بتلتمية وستين دي اللي موجب ودي اللي سنب دلوقتي دي تلتمية وستين فولت هتسوي كام? هتسوي تلتمية وستين زائدوا دروب على المقامة دروب على المقامة كامة عبارة عن خمسة وعشرين امبير في واحد. والجهد بالنسبة لده وقت جهد الخارج بتاع الاكتفار هيبقى جهد سالب لان النقطة ده هي هتبقى اقل من دي. فخارج الاكتفار هيبقى سالب يعني ممكن اقول سالب ايفو ار سالب الف او سالب مجموع الجهدين. قلت اكل الجهد ده هاي ساوي الجهد ده زائد ده. طب بالنسبة لل اكتفار النقطة دي بقيت اقل من دي. فهيبقى سالب ايفو ار سالب فيدي الف او سالب مجموحه. فيطلع معايا كام سالب تلتمية خمسة وتمانية. في الحالة دي لما يكون خارج الجهد سالب دي معناها ان الاكتفار دي شغالة في مود مين في مود السنكرونيزد انفيرتر. يعني المفروض الفة هتطلع اكبر من كام? هتطلع الفة اكبر من تلتمية اكبر من تسعين درجة. اولا انت عرفت خش على القنون بتاع اي واحد على اثنين بيسوي ان واحد على اثنين. دي بالنسبة لي بوينت اربعة. هتحسب منها مين السرعة عن نقطة اربعة. السرعة طبعا لو انت عوضت عن الاي بالسالب هتطلع لك السرعة السالب دي معناها ان بيدور في عكس الاتجاه اللي انا كنت فرضه في الاول. اشارة السالبة الموجودة هنا دي. طبعا عايز تحسب بقى الفايرينج انجل. هحسب الفايرينج انجل ازاي? انت معاك جهد الخارج بتاع الانفيرتر. بتاع بتاع الجينيريتور هتطلع كام? هو من دول تلتمية وستين بالسالب بسالب تلتمية وستين. هاخد الرقم ده زي ما هو في السالب وعوض في القانون بتاع الجهد الفيديو الفا بيساو اي على باية على ثلاثة في كوزين الفا. هحسب مين? هحسب الالفا. هل هي اكبر من كام? هل هي اكبر من تسعين? اه اتمنى لكم التوفيق يا شباب. وكده احنا خلصنا سيكشن النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة